يقول بأنه يعني هو سمعني يعني أجبت على السؤال بالأمس حول قضية الحمام وذكر الله في الحمام يقول أنا لما أجأت توضى أقول اللهم أعطني كتابي بيميني وأصلي على النبس وسلم يا راشد الله يبارك فيك ويرضى عليك أنا بتحدث معك بناحيتين الناحية الأولى الآن حمامات أغلب الناس ومراحيضهم لما يقضون الحاجة أكرمكم والله وأكرم كل من يشاهدنا وأكرم الله المجلس الأذى يذهب هذا السيفون يسحب ويذهب الأذى فإذا جئت تتوضى تقول بسم الله وتتوضى على المغسل هكذا ما فيه شيء تقول بسم الله وإذا انتهيت من الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد ورسول ما تجيب غيرها أبدا وهذا الأمر الثاني اللي بناقش معك أن تقول أقول اللهم أعطني كتابي بيميني واللهم صلي على النبي وأن تتوضى هذا يا أخي راشد بارك الله فيك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنا قبل حلقات خصصت شيء لمثل هذا الشيء لمثل مسألة صفة الوضوء وكيف أن أغلب الناس الآن يأتون بأذكار وأدعية ما الله أنزل بها من سلطان وما أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام أبدا هذه اخترعوها من عندي أنفسهم وهذا ما يجوز هذا كأن الواحد يقول بأن رسول الله سلام قصر ما علمنا الرسول فوت علينا ما يجوز ما يجوز النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يذكر هذه الأذكار في الوضوء إلا ثلاثة قبل الوضوء بسم الله وأثناء الوضوء ما يقول شيء وآخر الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد ورسوله في رواء حديث محى الكلام عند أهل العلم اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من التطهرين وحديث آخر مثل كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذه يقولها إيش بدل يعني أي بدل بين هذه وهذه أما اللهم أعطني كتابي بيميني اللهم ألبسني الحلل اللهم نور وجهي اللهم كذا هذا كل غير ثابت وهذا يعدها العلماء من البدع فتنبه يا أخوي الفاضل